لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والحقيقة النهاردة حلقتنا عنوانها أخطر راشي في التاريخ وده اللي هيقعد النهاردة يشوف الحلقة هيعرف مين هو أخطر راشي في التاريخ بس قبل ما أقول هو مين إحنا عايزين نشوف كل الحلقات عايزين نستفيد منها ومن المعلومات اللي إحنا سمعناها في كل الحلقات الماضية عشان كمان اللي ما شاهش الحلقات يتشجع يروح يشوفها واللي شاف الحلقات يبتدي يربط معايا كل الكلام اللي إحنا قلناه في الحلقة دي كنت معاكم على مدار 18 حلقة وقلنا حاجات كتير عن البخاري وإزاي كتب صحيح البخاري وعشان كده عشان تكون الصورة واضحة للي بيتابعنا خلينا نشوف كده بعض الأمثلة اللي قدمناها في الحلقات هاتك تشوفوا بنفسكم حاجات جديدة تستحقوا أن أنتوا تبحثوا عنها شخصيا لأي طالب علم بيبحث وعايز يشوف البخاري ومين هو البخاري خلينا نشوف أول حلقة تكلمنا عن كتاب اسمه منار القارئ شرح مختصر صحيح البخاري والبخاري قال حديث إن هو شاف رؤية وإن هو يذبه الكذب عن الرسول فبيقول كده فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عنه الكذب وهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح وهل فعلا على مدار الحلقات اللي فاتت كان البخاري بيشيل الكذب عن الرسول ولا كان بيستشهد بالكذبين في أحاديثه وفي الحلقة الرابعة كان عنوانها التدليس المركب وشوفنا فيها اسم عطاء وعطاء ده طبعا البخاري كتب اسم عطاء بس عشان الناس تفتكر إن هو عطاء ابن أبي رباح وشوفنا فيها إزاي اتكلم عن تلاتة هم عن ابن جريج وقال عطاء اللي هو عطاء الخرساني ومرديش يقوله هو عطاء مين عن ابن عباس وشوفنا إن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني ولكن أخده من ابن عثمان من خلال كتابه وكمان شوفنا إن ابن جريج ما سمعش من عطاء وكمان عطاء لم يلقى ابن عباس ودي كانت ملخص الحلقة دي خلينا كمان نشوف طبعا إن كل المدلسين دولة نقل عنهم البخاري يعني هو كمان مدلس في الحلقة الستة اتكلمنا عن واحد فاسق وهو أبو بقرة اللي اتهم المغيرة بالزنة وعمر جلد وما تبشي وقال لنا كده بحكم الكرآن إن هو فاسق ولا تقبل شعادته والراجل ده اتخذ منه أهم حديث وهو لا يفلح قام ولا أمرهم امرأة والحديث ده الوحيد اللي بنع المرأة من الولاية من واحد فاسق لا تقبل شهدته فإزاي تبنع المرأة من خلال هذا الحديث اللي بيستشهد بيه كل العلماء في الحلقة السبعة شفنا يقول لنا كده عن واحد اسمه مين اسمه عباد ابن يعقوب وأثبتنا إن عباد ابن يعقوب ده كان بيشتم السلف وكمان متهم في دينه وبيسرق الحديث اسمه أبو سعيد عباد ابن يعقوب اللي كان يسرق الحديث ويجذب على الرسول في نفس الوقت وهفكركم بالحديث في تذكرة الحفاظ إذ رأيتم معاوية على من بري هذا فاقتلوه ودبعا ده حديث مرفوع عن الحكم وبيقول رواه الحكم وطبعا سرقوا منه عباد ووضع الحديث والغريب إن البخاري نقل عن نفس الكذاب ده في صحيح البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب التوحيد باب وسمى النبي الصلاة عملا وخلي بالكو يعني حطوا بويبه هنا بويبه في أهم الكتاب اللي هو في الصلاة عملا إن الصلاة عملا بيقول كده وحدثني عباد وهو البخاري وعباد شيخه وعرفنا من خلال الحديث ده في فتح الباري إن عباد شيخه وهذا مذكور بالرفض ولكن موصوف بالصدق وهنا بويب البخاري في كتاب كده باب وسمى النبي الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لا يقرأ بفتحة الكتاب وإزاي البخاري ياخد من واحد زي كده حديث في أهم حاجة وهي الصلاة وخلينا أفكركم في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري بيقول كده قال أبو عبد الله البخاري ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافدي أم صليت خلف اليهود والنصارى نضحز إن البخاري بيكفر الروافد وطبعا الكافر لا يجوز الصلاة خلفه فإزاي ياخد من واحد زي كده بيشتم الصحابة في أهم باب وهي يعني الصلاة لتجوز خلف الرافدي وهو في نفس الوقت ياخد منه حديث ويحطه في الباب ده في الحلقة التامنة شفنا مع بعض اعتمد على واحد كان زي المجنون كانت السبيان بتجري في أسره وكان معاه سيف خشب وممكن المجنون ده بسهولة جدا يفتكر نفسه إن هو المهدي وكان اسمه عبدالله ابن عبد الكدوس التبيمي السعدي وكان كده زي ما شفنا في الحلقة دي كان رفدي خبيس يرمى بالرفض في الحلقة التاسعة اعتمد على واحد كدهب اسمه عبدالله ابن زياد ابن سمعانو أخفى اسمه وراح سماه ابن فلان وطبعا ابن فلان كل علماء الجرح والتعديل قالوا إن هو يعني بإجباع كل علماء الجرح والتعديل إن هو كدهب طيب هل كل بعد كل إحنا شفنا ده هل كان البخاري يذبه الكذب عن الرسول ولا كان بيستخدم أسماء الكدبين في الحلقة العشرة اتكلمنا عن شيخ البخاري إسماعيل ابن أبي إويس وده احنا اتكلمنا عنه على مدار حلقتين وقلنا كده في سير أعلام النبلاء الطبقة الحادية عشر إسماعيل ابن أبي إويس يعني بيقول لنا كده خرقت معي بإسماعيل ابن أبي إويس إلى اليمن فدخل إلي يوما ومعه ساب وشي ساب يعني مطرز فقال إمرأة يطالق ثلاثة ولم يشتري من هذا إن لم تشتري من هذا الرجل سوبا بمئة دينار فقلت للغلام زل له فوزن له وإس بالسوب ويساوي خمسين دينارا فسأله بعد فقال إن الرجل أعطاني منها عشرين دينار وطبعا إحنا شفنا إزاي دينار يعني دينار ذهب إزاي البخاري استشهد بواحد زي كده بيدفع رشوة ويسرق علشان مصلحته وده الدرس اللي تعلمه البخاري من شيخه المرتشي إيه هو الدرس ده إن البخاري كان أسكى من شيخه بكتير إزاي البخاري قدم رشوة لم يسبقه إليها أحد في التاريخ الإسلامي على الأقل وهي الرشوة بالأحاديث وزي ما قلنا في الحلقات الأخيرة قبل الحلقة دي إن البخاري ما دخلش أبدا في مواجهة مع الدولة لأنه كان على وفاق معاها في قضية خلق القرآن فالبخاري ذكر أسماء رجال الدولة العباسافي كتابه وده سؤال أنا بسيبه لأي طالب مسلم يعني بيدور وبيبحث أي طالب علم أو بحث إسلامي يقولينا لو خبر واحد أو شاهد واحد أو إشاعة واحدة إن البخاري دخل بغداد وإن تواجه في أي حاجة مع الدولة العباسافي برغم أن كل العلماء المسلمين زي الإمام أحمد وغيره يعني تواجهوا مع الدولة في قضية خلق القرآن لكن البخاري حتى معلقش على الدولة في موقفها على فتنة خلق القرآن وهو فيه خراصين ونشوف كده إحنا دلوقتي عنوان كان الحلقة إيه أكبر راشي أخطر راشي في التاريخ وده فعلا كان رشأ الدولة العباسية بالأحاديث بتاعته هل البخاري ما زلته تسوق فيه وهل البخاري فعلا كان يذبه الكذب عن الرسول وهل عقيدة البخاري ما زالت عند المسلم يعني بتفكر أنه هو كان على الحق وهو بيقول أني لفظي بالقرآن مخلوق وتابعوني الحلقة الجاية في حلقات النقل أم العقل